على مدار سنوات طويلة أثبتت جودي دانش إنها من الممثلات القليلات اللي قدروا يمثلوا أدوار المرأة صاحبة الإرادة والشخصية القوية والجميلة الناعمة في نفس الوقت ولدت جودي دانش في إنجلترا ودرست في مراسة الكويكرز وانضمت بيدانة دي بعد كده وما زالت بتعتبر نفسها من الكويكرز إلى اليوم والدها جودي كان معروف عنهم حبهم للفلول المطرحية بشكل كبير وده أثر في اختيار جودي وأخوها جيفري لدراسة التمثيل في الجامعة والغريب إن دانش كانت زميلة في الجامعة اللي بنسى ريد جريف قبل دخولها مجال الفن بعد الدراسة بدأت دانش مشوارها الفني الحافل في المصلح والتلفزيون واتبعت طريقة عملية جدا في التمثيل في أوائل مشوارها الفني كانت جودي بتظهر في أدوار ثانوية صغيرة حتى وقع الاختيار عليها سنة 1995 علشان تلعب أكتر أدوارها شهرة كرئيسة المخابرات أو سيكريت سيرفيس المسمى أم في سلسلة أفلام جيمز بون ابتداء من فيلم جولدن آي من الوقت ده بدأت تنهل العروض السينمائية على جودي وفي سنة 1997 حصلت على دور المطولة الأول في فيلم ميسيس براون واللي متلت فيه دور الملكة فيكتوريا واللي كان سبب في أول ترشيحاتها لجائزة الأوسكار بعد سنة اترشحت مرة تانية للأوسكار لتمييزها في أداء دور الملكة لأن دانش ظهرت بشخصية الملكة إليزابيس في فيلم شاكس فير إن لوف لمدة لا تتعدى 8 دقائية مقسمة على أربع مشاهد من الفيلم يكون هذا الدور هو تاني أقصى للأدوار اللي اترشحت لجائزة الأوسكار جودي والحسن الحظ فازت بجائزة أفضل ممثلة في دور مساعد لتمييز أداءها من ضن السبع جويز فاز بها الفيلم في السنة دي ترشحت النجمة كايت بلانشت لجائزة أوسكار أحسن مثلة لأداء نفس الشخصية في فيلم درامي إليزابيس فعام 2001 فجأت الحياة جودي بموت جوزها بعد مرور 30 سنة على جوازهم بعد إصابته بسرطان في الرئة ومن وقتها قررت جودي أنها تتناسى أحزنها بالإنغماس في العمل وصورت فيلم The Shipping News مع بلانشت وفيلم آيرس مع العظيمة كات وينسلت لأنها كانت تخشى أن تقع فريسة الحزن والإكتئاب إذا تفرغت اترشحت جودي مرة تانية لجائزة أوسكار عند درعة فيلم الكوميدي اللي بيدور في عصر إكتئاب ماسيز هندرسون بريزنس جودي كانت الممثلة الوحيدة اللي تم إخزارها لأداء دورها في فيلم جيمس بوند في 2006 تحت اسم كازيني رويال من بطول دانيل كريغ في السنة دي اشتركت جودي مرة تانية مع بلانشت في فيلم الدراما المريب اللي بيحكي قصة مدرسة صعبة اطباع تبعث برسائل تهديد لأحد زملائها لأنها عال علاقة بأحد طلبها واستمتعت الندمتان كايت وجودي كثيراً بالتمثيل معه امت rubbish في صحة ورحاتي موضوعه أستعبت أنه لقد فهمه كان معون معا ومعا كإنما كانت إنشاء نحو النودي لذلك كنت نحونا بذلك لكن لا تضعوا على ما فعله أملك فهمت أن يكون لذها مشاهدة أجل أن هناك مجموعة مختلفة لتفعله أعتقد أن هناك مجموعة مختلفة لتعامل أشياء بيننا لكن هذا ما يجب أن تشعر أن ترى نفسك في الفيلم أنت تعتقد أن هذا ما أخبرت لماذا أخبرت هذا ما أخبرت في الوقت أنت تعرف أنت أنت ترى أفضل 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 والبعض ما يتساءل إيسر يقول دانش هي شخصية غير المحبوبة على الإطلاق هناك الكثير من أفضل أفضل ما أبحث عنه هو أن أفضل 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 من أفضل 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 وفي الحديث عن الاختلاف في 2009 وجد دانش نفسها تغني وترقص في الفيلم 9 مع المغنية الكبير روب مارشل لكن لم يكن الغناء أفضل 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 جيودي أخبرت أفضل أفضل لأنني لديه ثلاثة إنه يتخيل الأفضل مالك إنها تغنيفة لقد أكداً سأغني فقط سأغني عربي في نتلة التحكمات من قبل وأنا رجل على المغنية وفقد أن نشأت السفين لم أفضل 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 حيث لعبت دور أم البطل وشركة توقبة من النجوم الإنجليز في الفيلم The best exotic Mary Gold Hotel من هم Bill Knighty و Maggie Smith و Tom Winkinson ونجم التلم اسلام Dog Millionaire Deep Battle إلى جانب الآخرين Sonny! Sonny! Mr Greenfield, where are the others? They're on their way back to the hotel. What's the matter? The very essence of the story is about India being there and having that experience there was it did half the job for you because you suddenly actually did see for the first time with your own eyes and experience that you'd never had before It was hard work, very very hard work for all of us You know, Judy has a sort of something that's almost unique I don't know if I could point to another actor that has that kind of special quality that enables everybody to identify with her completely وفي اللحظة اللي تمكنت فيها دانش من الشخصية في الفيلم ده أثمت ظهورها السابع والأخير بشخصية أمن في فيلم جيمس بوند واللي كان من أخراج سام منتز بعنوان سكايفوند خرجت الأمور عن السيطرة هذه المرة عندما حاول أشيء غير هافير باردن، الانتقام من أمن الفيلم حائز على إعجاب عدد كبير من النقاط والجماهير وحقق إرادات عالية جدا في سلفلة أفلام جيمس بوند وفي تاريخ بريطانيا السينمائي بشكل عام وعلى ما يبدو أن جودي عرفة إيه سبب النجاح الكبير للفيلم ولكنها مش هتقول عليه دانش لعبة دور البطولة في 2013 في فيلم فيلومينا وجسرت من خلاله دور إمرأة بريطها كنيسة على التخلي عن ابنها غير الشرعي لكنها بتبدأ في رحلة البحث عنه بعد 50 عام من فقدانه جودي عبيت الشخصي الحقيقية اللي مسرتها كذا مرة علشان تعبه في جوانبها كمدا بسبب أداءها القوي اترشحت جودي للأسكال للمرة السبعة وكان عمرها وقتها تعدى ستين لكنها قالت أنها ما زالت بتؤمن بقدرة الأفلام على تغيير العالم بدأت الجودي سنة 2015 عامها الجديد بنجاحات جديدة وانتقلت للهند لتصوير الجزء الثاني من فيلم زا ساكن باستيجزاتيك ماري جولد هاتل واللي جمع فريق العامة الكل لمغامرة جيدة جودي بتعد علامة من علامات السينما واحدة من أفضل النجوم الإنجليز وممثلة رائعة بنتمنى أن نراها في المزيد من الأدوار المتميزة قبل اعتذلها وده هو أفضل خبر لمحبي جودي في جميع أنحاء العالم